أهلا بكم مشاهدين من جديد وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار سيد عصام متابعتك للأحداث ورد الفعل العربي خاصة مع إلغاء القمة ربعية بين مصر والأردن وفلسطين في أعقاب المجزرة الإنسانية التي ارتوكبت بحق الشعب الفلسطيني بالأمس في قطاع غزة أهلا بحضرتك أهلا بالسادة المشاهدين بالتأكيد طبعا الأحداث اللي بقالها 12 يوم أحداث مؤسفة بكل المقيس ولو والصفة لا يطلق لها إلا جرائم الحرب إلا إبادة جماعية وإبادة عرقية لأن ما يحدث من الكيان الصيوني الحقيقة فقط كل التصورات وكل التوقعات وقهيب جدا أن العالم اللي يتشدق دائما بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ويتصدى لبسل هذه الأشياء ويقف صامتا بل ويدعم الكيان الصيوني بإرسال حملاء التأراض وإرسال مارينز ويؤيد الكيان الصيوني فيما يتعلم هو الفكرة أستاذ عصام التصليط الضوء على إسرائيل على أنه محتل مع الأسف تصدير الصورة في الخارج أنه صراع ديني وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة فاند الحق لو أي صراع بأي بقياس بأي شكل لا أمل أن يعطي مبرر إطلاقا قدر وإغزيال البدنيين أبرياء وأطفال وضرب مستشفيات وتعد هذا إلى منع المعونات والإغاثة للمرضة والأقضى عن كل وسائل الحياة من قهربة ومية وصرار الانتقال هذا كلام لا يوجد مبرر ونحن نتابع معك هذا الاتصال أستاذ عصام اسمح لي أستاذ عصام ونحن معك في هذا الاتصال نتابع على الهواء مباشرة وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين أمام نقابة الصحفيين في القاهرة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي وبالأخص الاعتداء والقصف الذي حدث بالأمس على المستشفى المعمداني تفضل حضرتك أولا طبعا الصحفيين دائما أبدا الحياة لهم الموقف الوطنية بل هو كل الشعب المصري بكل طوائفه وكل أحزابه وكل كائناته وده اللي تلمس النهاردة يعني غالي فعلش في الجامعات نزله في وقفات ضمونية ومسيرات لشيئين أولا للقضايا الفلسطينية ولا دعم فخامة الرئيس في كل ما يتخذ مقرار للحفاظ على الأمن القوم المصري لأن المخطوع ما يحدث في غزة لديه أبعاد أكبر كثير كدا من كونو رد فعل كما يتعون هو تصفيها للقضية والاحتكاك وتقويل الأمن القوم المصري باقتصاع جزء منه وهذا ما يرفضه القيادة السياسية وكل الشعب نعم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وشاملة أنه حذر بكل وضوح من مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية قضيتهم إلى أي مدى هذه الكلمة كانت فيها رسالة واضحة إلى العالم حول مخططات إسرائيل الحقيقة واضحة جدا وكلمة فخمة الرئيس النهاردة أسقطت القناع عن القيادة السيوني بإظهاره وتعنوته في مجالات مختلفة وبالذات حين قال أنه لو بيتأوا هذا للقضاء على الإرهاب الواصل إليه من غزة وأنهم يريدوا فقد القطاع الإرهاب عليهم أن يتم الإجلاق مؤقتا إلى صحراء النقب حتى ينتهوا من مهماتهم ثم يعودون لأنه لكذا مش هو الهدف إطلاق الهدف الرئيسي هو توطين الشعب الفلسطيني في سيناء طبعا نحن نقول شعب الفلسطيني لأنه يقتن أرض فلسطين الشعب يسمى بالوطن الذي ينشع عليه حين يعني يكون الفلسطينيين في سيناء ماذا صفق عليه فبالتالي نريد أن أقول إنهاء للقضاء الفلسطينية وتصفية للقضاء الفلسطينيين ولكن عليهم أن يدركوا أن هذا لا يمكن إطلاقا أن يعطيهم سلام أنه ستظل الأجيال الفلسطينية تصارع من أجل العودة ومن أجل استقلالها عليهم فخامة الرئيس والعلمة الخطة عليهم أن ينجأوا إلى النصار السلمي والحوار السلمي والحوار الدبلوماسي وحل الدولتين إن أرادوا أن يعيش في سلام نعم أستاذ عصام يعني المظاهرات عمت عدد كبير من دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وهناك تظاهرات أمام نقابة الصحفيين الآن هي فيها تأييد من الموقف الشعبي للموقف الرسمي للدولة فيما يتعلق بالعدوان والمخططات الإسرائيلية لأي مدى هذا الموقف الشعبي الرافض لهذه المخططات يأتي داعما للدولة في هذا التوقيت بالتأكيد الشعب المصري كله لما بيحصل أي حاجة تمث الأمن القومي المصري أو مصريته أو حدوده بينطفض انطفضت رجل واحد وبيقف خلف قياداته وهذا ما حدث في تلاتين ستة يعني أنا حسيت في كلمة فخامة الرئيس اليوم بيعطيني روح طلب فخامة الرئيس في شهر يونيو لما طلب التفويل والنزول للتفويل لمقاومة الإرهاب المحتمل الحقيقة الشعب المصري لما ينتظر لأنه فخامة الرئيس اليوم انطلب الاستدعاء ولكن هو لم ينتظر هذا وبادر النزول وبادر ووقفات تضامنية لتأييد فخامة الرئيس وإعلان أمام العالم كله أن الشعب المصري كله بكل طواقفه بالقيادة السياسية البصرية في قرارها وأنه قرار فخامة الرئيس هو قرار شعبه وقرار مصري بعده نعم على صعيد الموقف الرسمي أيضا نحن أستاذ عصام في انتطار جلسة طريقة لمجلس الشيوخ ستعقد اليوم بالنظر إلى التطورات الحالية في قطاع غزة والموقف المصري الواضح تجاه المخاططات الإسرائيلية لأي مدى هذا الأمر هام وما الذي تتوقعه من هذه الجلسة بالقطع مجلس الشيوخ ومجلس النواب هو تعبير وتمثيل للشعب المصري كله وأنا أكد لك حدك أن القرارات التي تصدر مجلس الشيوخ أو مجلس النواب تكون بالكامل متطابقة ومتطابقة مع موقف فخامة الرئيس ومؤيدة لي بالكامل ولكن هذا الإظهار أمام العالم كله أن مصر يجعل قلب الرجل واحد ترفض هذا المصري ولم تتمرد في حد ترفض من أرض مصر الخارج نعم بالنظر إلى الدول العربية العديد من الدول العربية شهدت أيضا مظاهرات احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة في اليمن في تونس في تركيا حتى تجمع العديد من المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية هذا الموقف الشعبي العربي في رأيك إلى أي مدى يمكن أن يقوم بإصال صوته إلى العالم بالنظر إلى أن إسرائيل تنكر الحقيقة بل وتزيف الحقائق وهناك تعتيم عالمي أما يحدث في قطاع غزة نحن نتابع معك وهناك جلسة طارئة بشأن التصعيد الإسرائيلي على غزة في مجلس الأمن الآن تفضل الحقيقة وحدتك في جوزيتيب في السؤال جزال أولانية موقف الشعب العربي موقف واضح دائما ولكن خليني أقول لحدك أنه أنا الأوان إلى الحكومات العربية جميعها أن تأخذ موقف أكثر جدية من مجرد اللقاءات والبيانات فالعرب يمتلكوا عدة قومات قوية وأسلحة قوية من ضمنها سلاحة بيترون فعليهم الآن أن يتضفروا اللحبات مش فقط القدارة الفلسطينية ولكن كان العربي أن أراد أن يكون بالعرب فيما بعد شاء عليهم أن يستخدموا بقتهم الله من إمكانيات والإسلاحة بيترون وأن يستخدموه كما استخدموه عام تلاتة وسبعين حينها العالم كله سيلتفت لأنه يحس لأدى في إيد قوية وأنهم متأثرين بهذا حينها ذا سيتم الضغط على إسرائيل لكن الحقيقة أنا شايف أنه المصر الوحناية اللي هو أحفى وبجسارة وبجسارة البطل في خامة الرئيس ومتداد عن القضايا وأمنها القوم والباقي لا يكتفوا باللقاءات وبعض البيانات عليهم أن يستخدموا بقتهم الله من قوة لوضع الأمور في نصرها صحيح أما مجلس الأمن اجتماع مجلس الأمن فلا وأول عليه كثيرا لأنه الحقيقة يعني واضح أن هذه الكائنات السياسية وجدت فقط لا الكيل بالمشالين والمعيارين ولا تهتم إلا لتضيق ما يملأ عليه نعم أستاذ عصام يعني الجزء الآخر من السؤال كان فيما يتعلق بالتعتيم الإعلامي على المستوى العالمي عما يحدث في قطاع غزة وتشويق الحقائق المصدرة إلى الرأي العام العالمي وطبعا التعتيم على كل ما يحدث من مجازر وآخرها ما وقع بالأمس على مستشفى المعمداني بالتأكيد حضرتك مؤهد لو عرفنا النظام العالمي والتكويد العالمي والنظام المسؤولي العالمي وهو يتحكم في مقدرات العالم الغربي كله العالم وما فيها الوسائل الإعلامي وهو يعني بيتدعم الحيات والحقيقة لا يوجد حيات حتى وسائل التواصل الاجتماعي لو أي حد من المصريين نزل بوست النهاردة على الفيسبوك يدعم فيه فلسطين بيشوف إلا يحصلوا يعني يحصلوا بيقفلوا له الصفحة بتاعته إما بيبعتوله بنعمل بريفيو على الصفحة أو حاجة بيبقى ديلي أو تنماش أين العدالة العنفاء يعني هنرجع تاني بقى ونقول ما يأخذ بالقوة لا يسترد إلا بغير هو فعلى الأمة العربية كلها أن تظهر تضامنها وقوتها للأخوف ضمنها فالعالم لن يلتفت إلا لو لا أظهر نعم مصر على مدار تاريخيها أستاذ عصام دعمها للقضية الفلسطينية بكافة صورية وهناك من يحاول أن يلعب فيه أو يحاول تعكير صفه هذه العلاقات بتشويه الموقف المصري هل هذا القضب الشعبي وهذا التأييد الكامل للحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها بالوقوف أمام تهجير الفلسطينيين عنوى إلى سيناء فيه رد الكافي لتوضيح الموقف المصري ودعمه للقضية الفلسطينية تشويه الموقف المصري ومحاولة تعكير صفه العلاقات المصرية الفلسطينية فيما يتعلق بدعم مصر التاريخي والمتواصل والمستمر للقضية الفلسطينية الحقيقة مصر يعني أنا أزعم أن مصر هي الجلد الوحيدة في العالم اللي دفعت الكثير والكثير والكثير من أجل القضية الفلسطينية بداية من نتكلم سنة 48 حضرتك حتى اليوم الدولة التي دفعت الكثير من ثرواتها ومن خيرة شبابها بل وحتلت في سبيل القضية الفلسطينية كنت مصر فالحقيقة نعم أستاذ عصام نحن نتابع معك الأحداث الآن الموقف الأمريكي من الواضح أنه داعم لإسرائيل ويغض النظر عما ترتكب إسرائيل من جرائم بحق أشعب الفلسطينية في رأيك هذا الموقف الداعم لإسرائيل هل سيظل على هذا التعند بالنظر إلى هذا الغضب أشرعبي العربي بالتأكيد لا هذا موقف مواجه جديد وخصوصا ونحن يعني على مقروة من الانتخابات الأمريكية فزي ما بيقولوا كده كل يبكي على ليلة سواء كان الرئيس بايدن أو حتى كان رئيس الوزراء نتنياه ولاتنين نفس القضية يعني مش فهم أي حاجة يعني هل حضرتك أتخيالي أن القيادة الأمريكية هتلتفت إلى ألام الشعب الفلسطيني ونداءات للشعب العرب وحتى أهلها والجاليات الأجنبية بما فيها الأمريكيات علقين على المعبر ولم يهتم بايدن أنه يتم الضغط الكامل على الفلسطيني لفتح المعبر بالشروط المصرية وهي إجراء الرعاية الأجنب فيه مقابل إدخال المساعدات وهو لا يستطيع أن يفعل هذا يعني فلا تأكيد أنا بقول لحضرتك مش هيكون هناك أي تغييد في الموقف العالمي في هذه القضية إلا لو توحد العرب جميعا واستخداموا كل ما قوتوا من قوة وكانوا على قلب رجل واحد لما فيها سلاح البترول هنا هيتم السعلا العالم يبتد ينظر ويقوم بدور فعال في حل هذه القضية في نصابها الصحيح أشكرك أستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وكما تابعنا مشاهدين منذ لحظات من مقر نقابة الصحفيين هناك وقفة احتجاجية تنديدا بالعضوان الإسرائيلي ودعما للموقف المصري